بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة جميلة كده هعمل صنية رؤاء وهعمل بطاطس بالجزر مع اللحمة في الفرق اول حاجة طبعا انا جبت اللحمة زلتان هستوقها الاول الاول عشان تبقى ايه مستوية تلت تربع كده عشان ما تتهريش مع البطاطس هحطي طبعا عليها ملح وفلفل بصل طبعا كالمعتاد هنا انا هعصج اللحمة انا بعصج اللحمة نية فني بجيب اللحمة المفرومة بحط عليها البصلة نية ومعدين بشوحها كده على النار بحطت لها الملح والفلفل وبحطت لها كوباية مية وما بحمرش البصل خالص خالص وانا بعصج اللحمة لأي حاجة لحمة مفرومة اهو زي ما شايفين كده هعط البصل هقلبها تقليبة كويسة مع الملح والفلفل بس ما بحط لاش بخارات تاني خالص عشان طعم اللحمة بيروحش دي ادية اللي هعصج بيها وهعمل بيها الصميتين الرؤاء ان شاء الله لانا هعملهم دلوقتي بإذن الله انا حطيت كوباية مية هوت وهسيبها بقى يغطيها وهسيبها على النار لما تستوي خالص طبعا الملح والفلفل ان كان في حبهان مطحون بسنة بسيطة كده مفيش خالص اكتر من الملح والفلفل لأ هغطيها بقى واسبها ايه تستوي مع نفسها وبعدين دلوقتي طبعا انا عملتها بعد فترة من اللحمة عشان هاخد من شربة اللحمة اسقي بيها الرؤاء اللي هعمل بيه الصنية هي بتشرب ميتها اللحمة المفرومة وعلى ما تشرب ميتها بقى وتفلفل كده انا الوقت يبصوا بجيب صنية فاضية بحط فيها شوية شربة بس النار هادية او تحت الصنية بالورقة ورقة بحط اربع ورقات رؤاء تحت وبعدين احط الحشوة وبعدين اكمل اربع رؤاء فوق وبعدين بجيب شوية كوباية شربة وارح ايه ساقية بيها الصنية كلها عشان تطلع طرية انا ما بحط السمنة يعني ما فيش فيها سمونية خالص زي ما انتو شايفين كده دي اول صنية انا عملتها انا هنا الوقت ايه هلتب الصنية بتاعت البطاطس انا جبت البصل اديته تشويحة بسيطة قطعت جذر قطعت بطاطس حلقات هشوحهم حلو كده الاول ايه على النار هطي الطوم طبعا مع لقتين شربة من اللحمة وهسيبهم ايه سوي يعني انا هدخل الصنية دوبك تاخد كده مع اللحمة شوية في الفرن ويتشربوا من بعضهم بس لكن مش للتسوية اللي ايه انا مسوية برا هطيت طبعا عليها ملح وفلفل انا جماعة اي طبيخ ما بستعملش غير الملح والفلفل انما التوابل التانية مع الفراخ مع اي حاجة بتتتبل من برا هغطيها واقسمها لما تبقى ثلاث تربع سوى كده احط عليها اللحمة وسب طبعا الاكل ده لازم جنبي منه بتنجان نخلي انا سرق البتنجان وعملاله الخلطة دي بعبيه وبحط عليه مية ساقعة وشوية الخل وبركنه بقى ايه لحد ما نخلص الاكل بيكون استوى وجميل بصوا دي الصنية اللي انا عملتها على النار من فوق خلاص انا دلوقتي هدخلها في البيرك استوى وازبطها كده وادخلها بقى الفرن تكمل بقية التسوية بتاعتها في الفرن وتطلع كده ايه واخدت تشميع بتاعتها كده بصنية البطاطس بالجزر باللحمة خلاص انا خلصها كده وهدخلها ايه الفرن على طول خلاص كده هي جاهزها هدخلها الفرن هعمل بقى الصنية التانية هكمل بقى بقية صنية الرؤاء انا عاملة صنيتين من هنا والشفن للجميع يا رب برضو اربع ورقات ساقيتهم برضو الشرمة دي النار ايدة من تحتية بس ضعيفة يعني عشان الشربة مات برقشة زي ما انتم شايفين اربعة تحت اربعة ورقات تحت واربعة ورقات فوق والنص فيه الحشوة بتاعها خلاص انا كده ايه اللي ده ديت بقى انا هصفيهم واخدهم ايه دي الشربة دي بحطها تاني فوق اللي ايه فوق الصنية نفسها عشان يطلع تاري ويطلع حين طبعا اللي انا حطيته دوت اللي هو المتكسر هغطيه بقى بوحدة سليمة من فوق الوش كده ماشي بصوا الشربة انا حطيتها فوق منها بس ما لقيت بقى سمنة بسيطة فوق الوش وخلاص ادي كده انا عملت الصنيتين بس ايه هم شربة مش لبن بس اللبن بس ايه للجلاش ديت انا بس ايها شربة خلاص انا خلصت الصنيتين عمت هدخل بقى لسوان الفرن ولما تطلع اوريكوا الاكل ان شاء الله بصوا اهو طلعوا هو هو طري من قلبه جميل بس لا فيه بقى سمنية ولا فيه اي حاجة والبطاطس طلع تاية ادي الصنيتين وطبعا مع البتنجان بقى المخلل وحنحط برضو ايه خيار مخلل جنبي منه هادي الاكل ان شاء الله اللي انا عملتها النهاردة بإذن الله طبعا الاكل بقى ريحته جميلة وطعب اكل الفرن ده لا يقع علي بصراحة الاكل جميل وريحته جميلة جدا وفي نفس الوقت الرؤاء طري ولا سمين ولا حاجة تاكل منه ما تحسيش فيه سمنية خالص خالص يعني هادي صليت البطاطس حط عليها الجزر مع اللحمة وهادي البتنجان المخلل وبالفة هنا وشيفة يا رب للجميع يا رب طبعا الصينية دي انا بقلبها وبعد ما بقلبها بنقطعها بقى خرة كده ونحط في اللطباق ونقدم ايه للأكل ان شاء الله بصوا كده انا هقلبها هوت بتتقلب بقى بصوا جميلة ازاي عاملة زي الترطة هنقطعها بقى وبعد ما نقطعها نحط بقى في اللطباق للأكل ان شاء الله بإذن الله بس انا بس عايز اوريكم لما تقطعت بعد ما تقطعت عاملة ازاي مسكة نفسها ومورقة من جوه وحلوة قوي قوي وريحتها وطعمها بمنتال جميل هي بنت اللي بتقطعها يعني ديها ضعيفة شوية مع الشغل بصوا جميلة ازاي يلا كل سنة وانتم طيبين وكل اكلة وانتم طيبين يا رب ان شاء الله ادي الاكل خلاص احنا حطينا هوت على الصفرة بقى للكل ايه ان شاء الله هيكل بإذن الله والبطاطا السبعة طعمها جميل وريحتها جميلة جدا الفههنا وشفه يا رب ريك بقى وشيرلي للفيديو اتمنى ان اكل يكون بيعجبكم بإذن الله وكل واحد طبعا ولي طريقته في الاكل وفي المهم ان الاكل في الاخر يطلع طعمه حلو وريحته حلوة ويعجب اللي هيكل ان شاء الله بإذن الله طبعا الرواء اللي طعمه في الاكل الجلاش اللي طعمه في الاكل المقارن بشاميلي اللي طعم كل حاجة لها طعمها في الاكل وكل حاجة اللي هي طريقتها قادي بصوا بقى ما تلعت بقت حلوة يعني شكلها وجميلة ده ضهر ده ضهر الصينية من تحت لها محروق ولا حاجة طبعا لإن أنا كمان مش مزودة السمنة ولا حاجة فيها فما لا ساعدش يعني هي استوت براحتها بصوا بقى نطلع بقى للإطباق ونقسم بقى وكل اللي يأكل إن شاء الله بإذن الله اللي أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله لايك بقى وشير للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة